في ملف آخر اليوم جناب الشيخ خميس الخنجر عزه الله زعيم أهل السنة والجماعة يقود حراك سياسي كبير ممكن واحد يسألني ماذا يهدف جناب الشيخ خميس الخنجر عزه الله من هذا الحراك هذا الحراك بنقطتين أساسية أول شيء أن لا يكون هناك فراغ دستوري بأي منصب وخاصة أن نحن نتحدث عن رئيس مجلس النواب وثانيا ضرورة إنهاء هذا الملف ملف اختيار رئيس لمجلس النواب لأنه يا جماعة الشعب العراقي ينتظر استحقاقات ينتظر قوانين مهمة ينتظر أن يكون مجلس النواب يد بيد مع الحكومة لتقديم الخدمة للشعب العراقي ولإنصاف الشعب العراقي ملف مثل ملف عفو العام ملف مثل ملف المغيبين هذه قوانين إذا ما عندك رئيس مجلس نواب وتكامل بالسلطات من قرأت نفذه البرلمان شفتوا الآن شبه عاجز فماكو وطن عراقي يقبل أن يكون برلمان عاجز ولهذا الأخ وجناب الشيخ خميس الخنجرة عزه الله زعيم أهل السنة والجمعة قاد هذا الحراك السياسي بشكل مستمر لم يتوقف ليس من الآن ليس من الآن منذ نهاية شهر 12 اليوم تعززت هذه الخطوات بأنه اليوم من خلال 14 ساعة لقاءات مهمة وبإذن الله تعالى بالقريب العاجل ستم اختيار رئيس جديد لمجلس النواب فلقاءات اللي كانت مع الرئيس رئيس الجمهورية فخامت الرئيس عبداللطيف جمال رشيد أو سماحت السيد عمار حكيم أو الأخ الرئيس نيجيرفان بارزاني الرئيس والزعيم والقاد العراقي جناب الشيخ خميس الخنجر يؤكد لهذه القيادات إن علينا أن نستثمر دورنا دور الرئيس الجمهورية مهم ودور سماحت السيد عمار حكيم مهم روح للسماح السيد عمار حكيم ودور هذا اللقاء طبعا اللي جمع سماحت السيد عمار حكيم وجناب الشيخ خميس الخنجر دورهم مهم أن ننهي هذا الموضوع إحنا عندنا استحقاقات إيش نبقى ننتظر يعني ما يصير علينا كعراقيين أن نبقى ننتظر ما يصير أن نبقى إلى الآن إحنا معطلين أمور من بيناتها مشاغل أهلنا في إقليم كردستان ولهذا ركز جناب الشيخ خميس الخنجر عزه الله زعيم أهل السنة والجماعة بلقاهي بفقامة الرئيس نيجيرفان بارزان أنه ما ممكن بعد إحنا نستمر هذه الخلافات والرئيس نيجيرفان تارك مهماته ويومية جاي البغداد عمينه غير الملفات يعني ملف الرواعة بملف التصدير النفط ملف العلاقة الشائكة بين المركز والإقليم كافي يعني إحنا نريد نتوجه إلى البناء نتوجه إلى الأمام نتوجه إلى التكامل فلعاذ هذا الخطوات المباركة التي يقودها الآن جناب الشيخ خميس الخنجر عزه الله أنا أقولها بأنها بإذن الله تعالى ستفضي بالقريب العاجل إلى اختيار رئيس جديد لمجلس النواب العراقي والرئيس الجديد لمجلس النواب العراقي يجب أن يكون استحقاق وطني ليس استحقاق لأي جهة